82 ألف شركة مسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة طالها نظام الأتمة والتحول الرقمي هذا النظام الذي يوفر تقديم الخدمات العالمية وفتح منافذ الاستعلام عن الشركات والمؤسسات المسجلة والحصول على شهادة التأسيس بالنسبة للراغبين بتسجيل شركاتهم من رجال أعمال ومستثمرين خلال 24 ساعة الدائرة أمام جراءات ألكترونية تمنع الحق الضرر بالمواطن من خلال المراجعات المستمرة والازدحامات الشديدة التي كانت موجودة في هذه الدائرة جراء المراجعات اليومية اليوم نتحدث عن مراجعات تحدث من خلال هاتف الجوال أو الحاسب الألكتروني لكل مواطن الدائرة أيضا استحدثت نظام لمساعدة الـ VIP من خلال إصدار شهادة التأسيس خلال 24 ساعة موقع دائرة تسجيل الشركات على الأنترنت وفر استمارة ألكترونية يمكن من خلالها إجراء عملية التسجيل وأن تجالس في البيت إضافة إلى الخدمات الأخرى التي تختصر الزمن على رجال الأعمال والمستثمرين وتسهل الإجراءات نهي عملية تحول من الورق إلى الألكتروني بشكل مختصر بداية بنظام تأسيس الشركات لحاليا هو ألكتروني بشكل كامل إلى أن يوصل المواطن من تقديمه بالبيت إلى دفع الرسوم إلى آخر خطوة استنام نسخة ألكترونية من القرار آخر خطوة فقط لأنه تستوجب حضور المواطن يتسلم مستمسكات الأصلية ويأخذ الشهادة ويأتي هذا التحول في عمل دائرة تسجيل الشركات ضمن توجيهات الحكومة العراقية بالتحول الرقمي لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي الانتقال إلى نظام الأتمة والدفع الألكتروني في عمل مسجل الشركات العراقية يلغي الكثير من البيروقراطية الإدارية ومخازن من الملفات الورقية التي تحويها دائرة المسجل في وزارة التجارة من بغداد رزاق العقالي العراقية الإخبارية